اشتركوا في القناة 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 تاني علشان سجدت اهداف اكتر سجدت خمس اهداف وغنية سجدت هدفين تخيل كاميرون كان بنقول لا ممكن تطلع اصلا تالت من افضل تالت تلع التاني والغنية المركز الثالث وغنبي المركز الرابع والاخير وطبعا غنية تأهلت خلاص كافضل المركز ثالث وش بالسولوس تأهلت اللي بالاخدر ده تأهل يا جماعة وعملين اخدر على كله لأسيك منهم بقى وما كده نحن 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 ن فرق لهدف سلب واحد. سلب ثلاثة. عايز اقول لك حاجة كده مهمة جدا يعني. ماشي. فكده موريتانيا تأهلت يا جماعة. غير ما نكمل تأهلت. بازن الله تعالى. موريتانيا وبركينة فاسو انجولا انجولا اول. سبع نقاط. بوركينة فاسو اللي كنا بيقول انها هتبقى اول هي تاني باربع نقاط. يمكن ايها عايزة كده. حدش عارف. يمكن الفكرة في القرعة ولا حاجة. متعرفش. موريتانيا المركز الثالث سلاس نقاط. وللأسف. للأسف الجزار المركز الاربع الاخير نقطتين. وموريتانيا متبعين الكرام تأهلت مع بوركينة فاسو انجولا. وانا بقول لك الكلام ده ضمان ان شاء الله. اما المجموعة ايه الخمسة فتضم مالي المركز الاولى الاربع نقاط. طبع المجموعة ايه الخمسة والمجموعة الستة اف لسه ما تحسموش. تحسمو غدا باذن الله تعالى الاربعاء. مالي تكسب عشان تتأهل لازم تكسب. لا بديل الفوز. لازم تكسب جنوب افريقيا. لازم تكسب انا بقول لك اهو. طب لو كسبت جنوب افريقيا هتبقى ثالت. اه وتونس اه واسمها ايه? ومالي هتبقى اول او ناميبيا ممكن تعمل مفاجأة وكون هي اول وجنوب افريقيا ساعدتها اكون رابع ما تعرفش ورده. فهم قصدي? فلازم تونس تكسب وفي نفس الوقت يعني مش عارفين بقى الا يحسن ما بين ناميبيا ومالي بصراحة. ما فيش اي حاجة كله مفاجآت دلوقتي. مش خلنا معارفين حاجة زي كده. فانا اتوقع ان شاء الله ان تونس تكسب يا رب بازن الله تعالى جنوب افريقيا. ولازم تكسب. ما فيش حل تاني. لازم تكسب. وامالي تكسب ناميبيا. عشان جنوب افريقيا يكون موجودة في المركز التالت. وساعدتها هتتأهل طبعا لانها عندها فرق الاهدف نقططين. فلازم المجموعة اف الستة تضم المغرب المركز لأول اربع نقاط. زنبيا المركز الثاني نقطتين. جمهورية الكنغل المركز الثاني مقرر نقطتين. تنزلنا للمركز ربع الاخير بنقطة. بص هو المغرب هتلعب مع. هتلعب مع مين. مش عارف. بس تقريبا هتلعب مع زنبيا. خلانا نتأكد كده ما عليش سريعا. المغرب هتلعب مع زنبيا ولا مع مين. المغرب هتلعب مع مع زنبيا او. حلو. نرجع تاني بقى المجموعة الاخيرة الستة. المغرب بإذن الله تعالى تفوز على زنبيا تكون متآهلة بمركز اول. طب لو تعادلت تآهلت مركز اول برضو. حتى لو الكنغو فازت على تنزانيا. هتبع برضو المغرب مركز اول. المغرب فوز او تعادل يخليها مركز اول. طب زنبيا دلوقتي لو فازت لقدر الله على المغرب. والكنغو فازت. هتبع زنبيا اول والكنغو تاني والمغرب افضل اولد. اهم حاجة بالنسبالي ان ما تكونش المغرب تاني. ده مهم جدا بالنسبالي. ده المهم جدا بالنسبالي. اتمنى المغرب ما تكونش تاني. لان المركز التاني في المجموعة الستة هيواجه منتخب مصر. فانا مش عايز المغرب ومصر يلعب مع بعض وواحد منهم يخرج من دوره الستة تبقى حاجة رخمة اوي. اوي. فالمغرب لازم تقاتل عشان تفوز او تتعادل. اقل حاجة تتعادل. فان شاء الله تكسب يا رب تكسب عشان نبعد عن الحوار ده خالص باذن الله تعالى. اما بقى يجي لنا زنبيا الكونغو ساعدت باذن الارف بني افريجها ساعدت. هنشوف اللي يحصل ان شاء الله. او ممكن تنزانيا. لا حدش عارف اللي يحصل. لا حدش عارف اللي هيحصل. عامة ان كودفار فرصتها صعبة جدا في التأهل كافضل توالد. الفرصة الوحدة اللي ليها ان المجموعتين اللي بقين. خلنا نرجع تاني معلش. خلنا نقول برضو فرصتها. المجموعتين اللي بقين زنبيا والمغرب. اه خسرت. والكونغو تخسر. يبقى اربعة خمسة اربعة اربعة اربعة. اه فرصتها الوحيدة. ان تنزانيا تكسب الكونغو. والمغرب تكسب زنبيا. يعني المغرب لازم تكسب زنبيا وكونغو تخسر من تنزانيا. دي فرصتها الوحيدة. طب هنا. لا هنا فرصتها مش موجودة اساسا. لان لو تونس ممكن تكسب جنوب افريقيا. او تونس لقدر الله تخسر. وانها ببقى بص فرصتها صعبة جدا في المجموعة الخمسة انها تلحق اي حاجة. فرصتها بقى في المجموعة الست. اني زي ما قلتلك. تنزانيا تكسب الكونغو. مش مهم انها تجدت من بارات المجرب وزنبيا اصلا. الاخر يعني. ده ساعة دي الفرصة الوحيدة لسحل اللي عاجع عشان تلحق. ترتيب الهدفين. انا اسف على الاطالة. وتصدر الهدفين. ايميليو انسوي. لعب غنى سجل خمسة هداف. المركز سيني بغداب ونجيح لعب الجزائر. سلاسة هداف. ومصطفى محمد لعب اندخب مصر. والمركز سالس. بيرتراند تراور لعب بركينة فاسو هدافين. ومبلولو لعب انجولا. وجوردان ايو لعب غانا. وجيلسون لعب انجولا. ولمين كامارا لعب السنغال. ولسين سيانيكو لعب مالي. ومحمد قدوس لعب غانا. واسمبا زواني لعب جانب افرق. اشترك في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.